الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نتحدث في هذا الدرس إن شاء الله عن أقسام التفسير قسم العلماء التفسير من حيث مصادره إلى أقسام ومن حيث طرائقه إلى أقسام ومن حيث مناهجه إلى أقسام فالتقسيمات متنوعة ومتعددة فسنتناول هذه التقسيمات بالتفصيل فنقول أولا قسم العلماء التفسير من حيث مصادره إلى قسمين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي فما المراد بالتفسير بالمأثور وما المراد بالتفسير بالرأي المؤلف في كتابه مباحث في علوم القرآن تكلم عن التفسير بالمأثور وذكر أنه التفسير الذي يعتمد على المنقول بالمراتب التي ذكرت طبعا هو ذكرها سابقا وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين فيدخل في التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن باعتبار أنه منقول عن القرآن وتفسير القرآن بالسنة باعتبار أنه منقول عن السنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة باعتبار أنه منقول عن الصحابة رضي الله عنهم وتفسير القرآن بأقوال التابعين لأنه منقول عنهم طبعا هذا النوع من أنواع التفسير يعني يذكر العلماء بأنه الأصل في التفسير هو التفسير بالمأثور وينبغي العناية فيه بما ثبت وما صح ولذلك قال المؤلف وهذا المسلك يتوخى أو يتوخى الأثار الوالدة في معنى الآية فيذكرها ولا يشتهد في بيان معنى من غير أصل ويتوقف عما لا طائل تحته ولا فائدة في معرفته ما لم يرد فيه نقل صحيح يعني هذا هو الأصل قال ابن تيمية ثم ذكر كلاما لابن تيمية رحمه الله تعالى لشيخ الإسلام ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبيّن للناس ما نزل عليهم يتناول هذا وهذا يعني يتناول بيان الألفاظ وبيان المعاني وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا إلى آخر الكلام الذي يدل على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يتلقون التفسير ويتعلمونه ويتدارسون القرآن ويتعلمون ما فيه من العلم والعمل فنأخذ نحن التفسير عنهم وعن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلهم وأيضا ما جاء في القرآن من تفسير القرآن بالقرآن طبعا هذا النوع هو الأصل في التفسير كما ذكرنا وينبغي اعتماده والعناية به غير أنه يلد فيه اختلافات فأحيانا بالتفسير بالمأثور عن الصحابة وعن التابعين سنجد أن هناك أقوال متعددة وكثيرة لكن هذه الخلافات في الحقيقة هي سيرة وقليلة من جهة ثم إن ما صح منها إنما هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما مهما في مقدمة التفسير بيّن فيه هذا الاختلاف وأنه من اختلاف التنوع وأن ذلك يرجع إلى أنواع اختلاف التنوع يرجع إلى أنواع أحده طبعا ذكر نوعين ثم أضاف إليها أنواع أخرى أن أحد النوعين الكبيرين في الاختلاف التنوع أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه يعني أن يعبر كل واحد من السلف عن المعنى بعبارة بلفظ غير عبارة صاحبه مع اتحاد المسمى طبعا مع اتحاد المعنى العام كتفسيرهم الصلاة المستقيم فقال بعضهم الصلاة المستقيم هو القرآن أي اتباعه وقال بعضهم هو الإسلام وقال بعضهم هو الطريق أهل السنة والجماعة هذه الأقوال كلها متفقة في المعنى في المدلول وإن اختلفت العبارة إذن هذه الأقوال لا إشكال فيها النوع الثاني من أنواع الاختلاف أن يذكر كل واحد منهم بعض أجزاء اللفظ العام يعني أن يكون اللفظ عاما فيفسر كل واحد منهم هذا اللفظ العام ببعض أفراده يعني على سبيل المثال ومثل لذلك مثلا آية فاطر ويقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمن هو الظالم لنفسه ومن هو المقتصد ومن هو السابق بالخيرات مثلوا لذلك بأمثلة وقال بعضهم السابق هو الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد هو الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه هو الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار أو يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها أو يقارب الخروج وقيل السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط والظالم الذي يقصر في أداء الزكاة وقد يمنع الزكاة هذه تمثيلات من باب التمثيلات وقد يكون الاختلاف لاحتمال اللفظ الأمرين لأنه مشترك يسمى المشترك يعني يحتمل أكثر من معنى كلافظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره أو لأن الألفاظ التي عبر بها عن المعاني متقاربة كما إذا فسر بعضهم تبسل بتحبس وبعضهم بترهن لأن كل منهما قريب من الآخر إذن هذا ما يتعلق بالاختلاف في التفسير بالمأثور فغالبه يرجع إلى التنوع وقد يرد اختلاف تضاد وهو قليل وعندئذ نسلك مسلك الترجيح عندما يكون الاختلاف تضاد كاختلافهم مثلا في المراد بالقرء في قوله تعالى والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ هل القرؤ الأطهار أو القرؤ الحيض واختلافهم في الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هل هو الولي أو الزوج؟ هذا اختلاف لا بد أن نرجح أحد القولين فنسلك مسلك الترجيح ينبغي في التفسير بالمأثور أن نتجنب الإسرائيليات والإسرائيليات سنبينها إن شاء الله بالتفسير وهي الرواية عن أهل الكتاب ما حكم التفسير بالمأثور؟ طبعا التفسير بالمأثور هو الأصل وينبغي الاعتماد عليه والعناية به خاصة إذا كان على سبيل الإجماع ولا بد من اعتباره والبدء به وأن نسلك في التفسير مسلك تقديم التفسير بالمأثور لأن هذا هو الأصل ثم ذكر المؤلف أثرا عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه وجه تعرف العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله فالتفسير الذي تعرفه العرب هو الذي يرجع فيه إلى لسانهم ببيان اللغة والذي لا يعذر أحد بجهله هو ما يتبادر فهم معناه إلى الأذهان من النصوص المتضمنة لشرائع الأحكام ودلائل التوحيد ولا لبس فيها فكل مرء يدرك معنى التوحيد في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وإن لم يعلم أن هذه العبارة وردت بطريق النفي والاستثناء فهي دالة على الحصر وأما ما لا يعلمه إلا الله فهو المغيبات كحقيقة قيام الساعة وحقيقة الروح وأما ما يعلمه العلماء فهو الذي يرجع فيه إلى اجتهادهم ولا يعرف إلا من خلال أقوالهم وتأملهم كبيان المجملي وتخصيص العام وتقييد المطلقي وبيان الناسخ من المنسوخ على كل حال لا بد من العناية بمثل هذه الأمور ونقول إن التفسير بالمأثور هو الأصل أما التفسير بالرأي أيها الأخوة فهو الذي يعتمد المفسر فيه على رأيه وعلى اجتهاده وعلى تأمله وتفكره في الآية ليتبين له معناها ويستنبط حكمها وهذا التفسير بالرأي كما قلنا لكم هو قسيم للتفسير بالنقل كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فالأصل أنه جائز من حيث مشروعية التفكر في الآيات للوصول إلى معناها لكن لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي القائم على التشهي والهواء من غير أن يكون له أصل ومن غير أن يسلك الطريقة الصحيحة في معرفة التفسير ولذلك لا بد في التفسير بالرأي من أن يكون المفسر عنده الأهلية للتفسير وأن يكون قاصداً للخير راغباً في معرفة المعنى الحق ليتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الذي يفسره ويفهم معناه ويبينه للناس كذلك فالتفسير بالرأي هو الاعتماد على الاجتهاد وهو قد يكون محموداً مقبولاً وقد يكون مذموماً مردوداً فإذا كان قائماً على المنهج الصحيح ومتحرياً للصواب وعنده علم بأصول التفسير والعلوم التي لا بد منها كاللغة العربية وعنده إلمام بأصول السنة والعلوم الأخرى التي يحتاج إليها فنقول نعم هذا اجتهاد مقبول وينبغي العناية به والاجتهاد في الوصول إلى إتقانه أما إذا كان مبرياً على الهوى والتشهي ومن غير رجوع إلى أقوال السلف وإنما يفسر القرآن بمجرد الرأي هكذا فهذا الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحراب وعلى كل حال التفسير بالمأذور وبالرأي بينهما تداخل لأن التفسير بالمأذور بعضه كان بالرأي فمثلاً قول الصحابي تفسيره أصره برأيه باجتهاده تفسير التابعي أصره برأيه واجتهاده ثم صار منقولاً بالنسبة إلينا ثم صار منقولاً بالنسبة إلينا فالتقسيم هنا تقسيم فني يعني باعتبار تمييز أحدهما عن الآخر وإن كان هناك تداخل في هذه التقسيمات طبعاً إذا كان الرأي قائماً على الأصول الصحيحة فإنه مقبول ولذلك أورد المؤلف حكم التفسير بالرأي فقال وتفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل حرام لا يجوز تعطيه قال تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم وقال صلى الله عليه وسلم أورد عنه روي عنه أنه من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وفي الحديث كلام على كل حال ولهذا تحرج السلف عن التفسير لا علم لهم به وأورد أثاراً عن السلف في أنهم كانوا يتحرجون وقد ذكر ذلك كل شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في مقدمة التفسير ثم ختم بقوله والجمع بين الأقوال يعني هم كانوا يتورعون عن التفسير وفي المقابل نجد لهم أقوالاً في التفسير فالجمع بينهما أنهم كانوا يفسرون القرآن بما يعلمون ويتورعون عن تفسيره إذا كانوا لا يعلمون وهذا هو الواجب على كل أحد أن يقول ما يعلم إذا كان جازماً به قاطعاً بصحته ويترك القول ويبتعد عن القول الذي لا يعلمه ولا يجزم بصحته حتى يتورع عن القول على الله عز وجل بلا علم هذا ما يتعلق بالتقسيم الأول تقسيم القرآن باعتبار مصادره التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي نقف هنا ونكمل إن شاء الله في لقاء قادم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين